موسيقى الحادية عشر مساء بتوقيت أبوظبي السابع بتوقيت جرينج أوباما وسوريا خيارات الرئيس الأمريكي الصعبة في غضون أسبوعين سيكون القونغرس الأمريكي قد صوت على اقتراح الرئيس أوباما توجيه ضربة عسكرية ضد سوريا كثير من المسؤولين الأمريكيين متفائلون بشأن هذا القرار الذي سيكون برأيهم إيجابيا لكن آخرين يرون أنه من الأسبق أو من السابق لأوانه منحوا أوباما شكا على بياض فهؤلاء يتوقعون مقاومة شرسة من قبل المعارضين سواء كانوا جمهوريين أو ديمقراطيين الذين يخشون من أن أوباما وفريقه قد لا يتوقفون عند ضربة محدودة أضف إلى ذلك المعارضة التي تشتد في الدول الأوروبية الحليفة لواشنطن إذ بعد فشل ديفيد كاميرون في الحصول على موافقة مجلس العموم البريطاني بدأت الأمور تأخذ منحا جديدا في فرنسا ومن الممكن أن يجد الرئيس الأمريكي نفسه أمام معضلة كبيرة تحد بشكل كبير من خياراته العسكرية خاصة إذا ما صوت الكونغرس ضد مثل هذه الضربة أوباما وسوريا خيارات الرئيس الأمريكي الصعبة موضوع حوارنا الليلة على سكاي نيوز عربية نرحب بضيوفنا في حوار الليلة معنا هنا في الاستوديو مدير مركز الشرق للدراسات الاستراتيجية الدكتور سمير تقي معنا من واشنطن السفير الأمريكي في الأمم المتحدة سابقا جون بولتون ومعنا من واشنطن أيضا الباحث في معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى ديفيد بولك بإمكانكم أيضا المشاركة في الحوار من خلال طرح الأسئلة والاستفسارات على موقعينا تويتر وفيسبوك قبل أن نبدأ النقاش هذا موجز من الأمراك أوباما وسوريا خيارات الرئيس الأمريكي الصعبة موضوع حوارنا الليلة أرحب مرة أخرى بضيوفنا معنا في الستوديو مدير مركز الشرق للدراسات الاستراتيجية الدكتور سمير تقي معنا من واشنطن السفير الأمريكي في الأمم المتحدة سابقا جون بولتون ومعنا أيضا من العاصمة الأمريكية الباحث في معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى الدكتور ديفيد بولك أذكركم أيضا بإمكانكم المشاركة في الحوار من خلال طرح الأسئلة والاستفسارات على موقعينا تويتر وفيسبوك مرحبا بالضيوف السفير بولتون سابدا معك من واشنطن مساء الخير مرحبا بك معنا الرئيس أوباما والإدارة الأمريكية يبذلون مساعي حثيثة لإقناع المترددين من الكونغرس بالانضمام إلى قافلة مؤيدي سياسات الرئيس أوباما هناك انطباع في هذا الجزء من العالم في العالم العربي بأن الرئيس الأمريكي صعد إلى شجرة عالية ولم يعد بإمكانه النزول منها وربما كان التصويت في الكونغرس مخرجا بالنسبة له ما رأيك؟ أعتقد أنه كان من الخطأ بالنسبة إلى الرئيس أوباما منذ عام أن يتحدث عن خطوط حمراء فيما يتعلق باستخدام السلاح الكيموي في سوريا لأنه عندما قام بهذا التصريح لم يكن لديه استراتيجية حاضرة من أجل تطبيقها وخلال الأسبوع القليلة الماضية وقال أنه سوف يستخدم القوة لأن الخطوط الحمراء قد تم تخطيها بطريقة وحشية هذا ما قاله الرئيس منذ بضعة أيام ولكن عاد وتراجع وقال أنه سوف ينتظر تصويت الكونغرس وهذا يبعث بإشارات ضعف إلى العالم إذن الآن سيكون هناك نقاش في الكونغرس وليس لدينا أي فكرة عن نتيجة هذا النقاش إذا ما كان سيتم التوصل إلى قرار أو سيكون هناك إذن محدود أو موسع وإذا ما كان سيكون هناك إذن من الكونغرس ولكنني أعتقد أن الرئيس سوف يحصل على موافقة من الكونغرس لأن هذا التصويت مهم جدا بالنسبة إليه وهو مستعد لتقديم أي شيء في المقابل كي يحصل على موافقة أعضاء الكونغرس ولكن ما حصل يبعث برسائل ضعف أعتقد أن الإيرانيين والسوريين والروس جميعهم يعولون على هذا الضعف الذي ليس في مصلحة الولايات المتحدة ما مدى الصعوبة أن يحصل الرئيس أوباما على موافقة الكونغرس بمجلسيه على هذه المسألة برأيها في الواقع نحن لا نعرف ذلك في الوقت رهن ليس لدينا فكرة عن التصويت سوف تبدأ جلسات الاستماع الأسبوع المقبل وسيكون التصويت ربما في التاسع من سبتمبر ولكن ذلك ليس أكيدا حتى الآن ولكنني أعتقد في نهاية المطاف أن أوباما سوف ينتصر لأن لديه كل الموارد والمعلومات التي سيتم تقديمها إلى الكونغرس وأعتقد أن أعضاء الكونغرس سوف يحصلون على كل البيانات والمعلومات الضرورية وكي يكسب الرئيس هذا التصويت فيما يتعلق بالنص النهائي للإذن هذه مسألة أخرى معلقة سأنتقل أيضا إلى ضيفي من واشنطن الدكتور ديفيد بولوك الباحث في معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى مساء الخير دكتور بولوك مرحبا بك معنا مرة أخرى ما رأيك؟ هل سيحصل الرئيس أوباما برأيك على تفويد من الكونغرس للمضي في هذه الضربة ضد سوريا؟ نعم أنا أتوقع من النجاح في هذا التصويت على الرغم من الصعوبات والشكوك عند بعض أعداء الكونغرس وبسبب أولا هناك معلومات الموثوق بها بشأن استخدام النظام السوري بالأسلحة الكيمائية وأنا قرأت اليوم في الصحافة الإيرانية مفاجئة أنه لقد اعترف المساعد النظام الإيراني السيد هاشمي رفسنجاني لقد اعترف نعم لقد اعترف هو كمان بحقيقة استخدام النظام السوري بهذه الأسلحة هذه مفاجئة دكتور بولوك هذا الخبر الذي أشرت إليه على ما يبدو ليس خبرا دقيقا ولم ينقل عن مصدر إخباري معروف ومؤكد وكان مفبرك على ما يبدو مفهوم ولكن الحقيقة أنه حسب الاستخباريات العالمية بشكل عام لا شك أنه النظام السوري لقد استخدم بهذه الأسلحة غير القانونية وغير الإنسانية ولذلك هذا السبب الأول أنه أنا أتوقع من نجاح الرئيس أوباما في الكونغرس وسبب الثاني أنه هناك بعض المصالح الاستراتيجية الأمريكية المتربطة بالوضع السوري كما مصالح حلفائنا في الخليج وفي الدول المجاورة لسوريا ولذلك أنا أعتقد أنه هناك سببين السبب الإنساني أو الأخلاقي من ناحية والسبب الاستراتيجي من ناحية أخرى ولذلك أنا أتوقع من تصويت إيجابي في الكونغرس في النهاية وهذا يؤيد ويساعد وأنا أعتقد يدعم الرئيس أوباما في ولكن دكتور بولوك هل يمكن الحديث بالفعل عن أسباب أخلاقية في مثل هذه الحالات يعني نحن الآن نتحدث عن حرب تدور رحاها في سوريا منذ أكثر من عامين ونصف مئة وعشرة آلاف قتيل سقطوا على أرض المعركة بالأسلحة التقليدية أليس هناك سبب أخلاقي يدعو الرئيس للتدخل في مثل هذه الحالة صحيح أنا السؤال جيد جدا والحقيقة أنه أنا شخصيا أنا لقد كنت من قبل أنا كنت أساعد التدخل الأمريكاني أقوى بشكل أقوى وأكبر في سوريا بالضبط لهذا السبب الذي أنت ما ذكرت ولكن الحقيقة أن الأسلحة الكيمائية على رغم من العدد القليل نسبيا من الضحايا أنا أعتقد أنه هذا يؤدي إلى ردود أفعال أقوى بسبب نفسي معنوي يعني العالم بشكل عام والأمريكان بشكل خاص والحضارات في كل العالم هم يمتنعون من استخدام هذه الأسلحة لأسباب قانونية وتقليدية وتاريخية وبذكر المأسات الكارثة في الحرب العالمية الأولى وفي الحرب العالمية الثانية وكذا وكذا ولذلك على الرغم من أنت ما ذكرت أنه العدد الأكبر من الضحايا من الأسلحة التقليدية يعني العادية هناك فرق فرق نفسي بين الأسلحة العادية من ناحية والأسلحة الكيمائية من ناحية أخرى وهذا يؤدي إلى ردود أفعال كما أنا ما قلت أخلاقية أو إنسانية في هذا الوضع نعم دكتور سمير مساء الخير مرحبا بك معنا أولا السيد بولتن أشار إلى أنه كان من الخطأ على الرئيس أن يشير إلى خطوط حمراء في بداية هذه الأزمة وأن إحالة المسألة للتصويت إلى الكونغرس فيها إشارات ضعف ما رأيك؟ أنا برأيك السيد بولتن قال أن الخطأ أن يضع خطوط حمراء دون أن يمتلك خطة في حال اجتياز هذه الخطوط والواضح أن أوباما لا يمتلك أم لم يقدم حتى الآن إلى الكونغرس رؤية متكاملة سوى كلمة العقاب والآن الصحافة الأمريكية تطرح قضية أن حتى الآن ما هي الرؤية السياسية والاستراتيجية وراء أي عمل عسكري أمريكي ما لم تحدد أهدافه حتى السيناتور مكين يتحدث عن أنه ليس مع ضربة لمجرد ضربة عقابية وإنما هو مع ضربة تؤدي إلى عمليا تحرك رئيسي وتغيير رئيسي في مسارات الصراع إذن هذا هو الذي قصده السيد بولتن وبرأيه هذا إلى حد بعيد صحيح أما السؤال الثاني المتعلق بقضية يعني أين تمضي الأمور الآن بعد هذه المرحلة أنا أعتقد أن الأرجح بأن السيد أوباما سوف يحصل على التصويت ولكن أنا لدي تساؤل يوم واشنطن بوست نشرت تساؤلات جدية حول صيغة التقرير القرار والذي بقي غامضا ولا يحدد تماما هل هو مجرد ضربة عقابية وماذا تعني ضربة عقابية وما هو الهدف السياسي الذي سيدفع دافع الضرائب الأمريكي المبالغ عليها هذا أول سؤال النقطة الثانية هي أن الموضوع حتى الآن أوباما لم يستطع أن يجيش هذه القضية إعلاميا ولد الكونغرس على أنها قضية وطنية فعلا يعني هي فجأة ولدت ولم يجيش لها الرأي العام ولم يجيش إليها بشكل المناسب أعضاء الكونغرس أنا في رأيها سعد السفير بولتن فيما يتعلق بالمصالح على الاستراتيجية الأمريكية التي أشار إليها الدكتور بولوك قبل قليل قال أن هناك مصالح استراتيجية مرتبطة بالوضع السوري السناتور راند بول السناتور المرشح الجمهوري المرشح على الأغلب على ما يبدو في 2016 ليكون المرشح الرئاسي يقول أنا لا أرى أي مصالح أمريكية مرتبطة في الحرب السورية على أي جهة كانت هل ترى أنت أن هناك بالفعل مصالح أمريكية متعلقة بما يجرى اليوم في سوريا وأن التدخل الأمريكي إذا حدث هو بالفعل للدفاع عن هذه المصالح في الواقع أعتقد أن هناك مصالح استراتيجية واضحة في سوريا وفي المنطقة برمتها ولكن هذا لا يعني بالضبط أن الولايات المتحدة لا يجب أن تتدخل معسكريا لجهة أي طرف من الأطراف لا يمكن أن تحدث عن أي شيء جيد فيما يتعلق بنظام الأسد بالإضافة إلى علاقته مع آيات الله ومع الطهران الذين بالطبع لا يعملون لمصلحة الولايات المتحدة الأمريكية ولكن المعارضة تتحدث عن البديل ما هو البديل هناك ربما متطرفون ودعمون لجماعة الإخوان المسلمين إذن كنت أعتقد لفترة أن المشكلة الحقيقية ليست متعلقة بسوريا على الرغم من الإصابات وأعداد القتلى الكبيرة التي رأيناها خلال سنتين ونصف الماضيتين المشكلة الأساسية ما زالت مشكلة إيران فإيران تقدم الدعم لنظام الأسد ولو لم تقدم هذا الدعم لكان ذهب الرئيس الأسد منذ زمن بعيد كان هذا قد غير المعطيات أعتقد أن دعم إيران للأسد وللإرهاب الدولي هو المشكلة الأكبر والأصعب من ذلك أيضا هو البرنامج النووي الإيراني وهذا يعني أنه لا يجب أن نركز انتباها على سوريا فقط بل أيضا على إيران وعلى سياسة تغيير النظام هذا يجب أن يتم أخذه في الاعتبار لأنه يحصل في إيران وهدف الولايات المتحدة الأمريكية مع حلفائها وأصدقائها في المنطقة أخذا في الاعتبار عدم شعبية النظام في إيران يمكن أن يتم تحقيق تقدم لا يمكن حل كل المشاكل في المنطقة ولكن أحرص تقدم دكتور بولوك البعارضة السورية كما تعلم كان لها ردود فعل حول خطوة الرئيس أوباما تقديم المسألة إلى الكونغرس أعربت عن خيبة أمل أحد أعضاء الاتلاف الوطني السوري سمير مشار يقول هذا الرئيس الرئيس أوباما رئيس ضعيف لا يستطيع اتخاذ القرار السليم عندما يتعلق الأمر بأزمات حساسة مثل هذه كنا نتوقع عن تسير الأمور بشكل أسرع هل بالفعل خطوة الرئيس أوباما تدل على ضعف تدل على عدم وجود صفات قيادية لدى هذا الرئيس رئيس الدولة العظمى في العالم طيب سؤال صعب جدا ولكن أنا أعتقد شخصيا أنه أنا أفهم شعور المعارضة السورية وعدم الصبر حتى الآن والأمال المخيبة وكذا وكذا ولكن على الرغم من كل ذلك أنا أعتقد أنه أنا أعتقد أنه رئيس أوباما هذا الخيار للتشور مع الكونغريس لا يثبت عن الضعف بالعكس هذا نوع من التمهيد لاستمرار احتمال الضربات العسكرية في المستقبل وأنا أعتقد أنه لو لا المساعدة في الكونغريس لقد لا يمكن أوباما في المستقبل أن يتكرر في هذه الدربات العسكرية إذا مثلا إذا استخدم النظام السوري هذه الأسلحة الكيمائية من جديد بعد الدربة الأولى ولذلك دعني أقاطعك دكتور بولوك إذا سبحت لي هناك بعض الأخبار التي تريد من واشنطن السناتر جون مكاين كان له تصريح قبل قليل يقول أي تصويت في الكونغريس الأمريكي ضد قرار الرئيس أوباما شن عملية عسكرية على سوريا سيكون كارثيا برأيك كارثيا على من كارثيا على مستخية البيت الأبيض في المكان الأول وثانيا أنا أعتقد كارثيا على مستقية أمريكا في العالم وثالثا كارثيا على أمال الشعب السوري للتحرير من هذا النظام الدموي في دمشق وأنا أعتقد كمان كارثيا بالنسبة بالنسبة للأمل في الخليج وفي أماكن أخرى في العالم لوقف البرنامج الإيراني النووي العسكري ولذلك لكل هذا الأسباب الأربعة أنا أتفق مطلقا للغاية مع سيناتور مكين في هذا الوضع السفير بولتون هل أوضح الرئيس أوباما بما فيه الكفاية الأهداف من أي ضربة عسكرية محتملة أنت شخصيا ما الذي فهمت من مثل هذه الضربة ما الذي ستتضمن ما الذي ستؤدي إليه وما هي سياسة الخروج الأجزة ستراتيجي كما يقال بالإنجليزية من هذه المسألة لا أعتقد أن الناس هنا في واشنطن يعرفون ما يفكر به الرئيس تحدث عن هذا الموضوع تحدث عن ضربة محدودة ومركزة من أجل الرد على استخدام دمشق للسلاح الكيماوي وزيراً خارجية كاري في المقابل تحدث يوم أمس وتحدث عن ضربة أوسع في إطار مشروع قرار يعمل البيت الأبيض على أعداده وهذا يسمح بشن ضربات أوسع إذن التصويت على هذا القرار سوف يمنح الرئيس سلسلة من الخيارات لا أعتقد أن القرار سوف يطم التصويت عليه أعتقد أنه سيكون هناك جهود حثيثة في الكونغرس سيناتور مكين يريد أن يوسع هذه الضربة كي يتم التوصل إلى تغيير النظام في سوريا هذه كانت وجهة نظره منذ البداية قبل استخدام السلاح الكيماوي والكثيرون منهم الديمقراطيين يريدون أن يوجهوا القرار باتجاه معاكس أن يكون هناك ضربة محدودة ولكن إذا ما قال سيناتور مكين بعد لقاء الرئيس اليوم أنه سوف يدعم قرارا لاستخدام القوة ولو كان محدودا هذا يعتبر انتصارا مهما للرئيس أوباما لأنه في البداية كنا نفكر أن مكين وغيره سوف يصوتون ضد استخدام القوة إذا ما كانت الضربة محدودة ولا تؤدي إلى تغيير النظام إذا ما كنت قد فهمت ما قاله السناتور مكين هذا سوف يضع الرئيس أوباما في مكانة أفضل نعم سيد بولتون أيضا من الأخبار التي تارد الآن من واشنطن من البيت الأبيض تحديدا البيت الأبيض يقول أنه منفتح على إعادة صياغة مشروع القرار الذي رفع إلى الكونغرس فيما يتعلق باستخدام القوة ضد سوريا كما نعلم كان هناك اعتراضات من الكونغرس على صيغة القرار وقال البعض أنها صيغة فضفاضة ومفتوحة وغير محددة وبالتالي البيت الأبيض هنا يرد يقول أنه منفتح على إعادة صياغة مشروع القرار هذا قد نتحدث عن هذا الموضوع بعد الفاصل وأود أيضا أن أسأل ما هو مفهوم الضربة المحددة وهل يمكن أن تخرج الأمور عن السيطرة وأن تتحول الضربة المحددة إلى حرب لا يعرف البعض ربما كيف تنتهي بعد هذا الفاصل نواصل الحوار الليلة حول أوباما وسوريا خيارات الرئيس الأمريكي الصعبة أرحب مرة أخرى بضيوفنا في هذا الحوار معنا في الاستوديو مدير مركز الشرق للدراسات الاستراتيجية الدكتور سمير تقي معنا من واشنطن السفير الأمريكي في الأمم المتحدة سابقا جون بولتن ومعنا أيضا من واشنطن الباحث في معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى الدكتور ديفيد بولوك وذكركم أيضا بإمكانكم المشاركة في الحوار من خلال طرح الأسئلة والاستفسارات على موقعين تويتر وفيسبوك هذه بسرعة بعض المشاركات التي وردت من المشاهدين قبل قليل سعيد أنور على فيسبوك يقول أوباما سيلجأ إلى تركيا وبعض الدول العربية لتنفيذ الضربة مما يعني أنها ستكون حربا إقليمية بامتياز إسلام مصطفى من جهته يرى أن الرئيس الأمريكي لم يعد له أي خيار سوى التراجع عن توجيه ضربة عسكرية للسوريا أما أبو يزن الدمشقي فيعتقد أن الدول الغربية وأمريكا وروسيا لا يهمهم دماء الشعب السوري إنما يهتمون فقط بمصالحهم السياسية والاستراتيجية سمير عبدالله على تويتر يقول كافة خيارات أوباما لا تصب في مصلحة الشعب السوري لكنها تصب في مصلحة القاعدة وأمن إسرائيل أحمد السيد من جهته يرى أن خيارات أوباما معقدة فهو بين شقي الرحة إما أن يشن ضربة محدودة تقوّل أسد أو حرب شاملة تضعف الولايات المتحدة محمد أشرف على جوجل بلس يعتقد أن الخيار الوحيد أمام أوباما هو الاستجابة لتصويت الكونغرس حتى لا يكون في حالة عداء معهم مما سيؤثر عليه لاحقا حميد العمادي من جانبه يشير إلى أن أوباما لا يهمه رأي الكونغرس هو يريد فقط رفع الحرج عنه مما يهمه فعلا وهو أمن إسرائيل أخيرا عبدالهادي عبدالهادي يقول أوباما مصر على توجيه ضربة عسكرية على سوريا وانتظار موافقة الكونغرس ما هو إلا محاولة لكسب المزيد من التأييد أعود إلى ضيفي في الستوديو الدكتور سمير تحدثنا قبل الفاصل عن مسألة أو مفهوم الضربة المحدودة ما هو مفهومك للضربة المحدودة كيف يمكن السيطرة على هذه المسألة ما الذي يضمن أن تكون عشرة صواريخ أو عشرين أو مئة صاروخ تعتبر ضربة محدودة ما الذي يضمن أن لا يكون هناك رد على هذه الضربة المحدودة مما يجعلها حرب مفتوحة الأفق كما يقول البعض كما تحدثنا في حلقة سابقة جزء من التأجيل له علاقة بالاستعداد العسكري لإحتمالات أن تسير العملية في مسار متسلسل وطويل الأمد اليوم نشاهد حاملات طائرات جديدة تدخل هناك شارل دوغول تدخل من الطرف الفرنسي وهناك أيضا حاملة طائرات هي الأكبر في العالم التي تدخل الآن للبحر الأحمر إذن ومعها طردات نيمت أيوة إذن هناك يترافق هذا الوقت ليس ضائعا عمليا يتستخدمه العسكرية الأمريكية في حشد مزيد من الطاقات لكن أنا أقول إذا عدنا للمداولات التي كانت تدور في واشنطن في فترة معينة فيما تعلق بضربات معينة للنظام السوري كان يجري الحديث في فترة معينة عن منطقة حزر طيران ولكن كانت الاقتراحات الأخرى التي تقدم هو ضربة موجهة لسلاح الطيران السوري والمطارات ومرابد الصواريخ وصوامع الصواريخ في رأيي أنا موضوع السلاح النووي العفوان الكيموي يأتي في ذات السياق بمعنى أنه قطع دابر استخدام السلاح الكيموي يتضمن أساسا ضرب المطارات وضرب الصواريخ مرابد الصواريخ ومعامل إنتاجها وبالتالي هذه الضربة هي تسميتها بأنها ضربة نوعية تؤدي إلى إبطال قدرة التفوق العسكري على الأرض للنظام هذا يسمح كما قلنا سابقا عدة مرات بنشوء بعض المواقع الآمنة وإقامة إدارات مدنية في بعض المناطق كما يحصل عمليا حاليا ولكن تحت القصف يحصل نوع من الاستقرار في المناطق التي خرجت عن سيطرة النظام وبالتالي هذا ما يسمى ولكن إذا كانت الضربة من نوع أكثر عشوائية أدت إلى انهيار عسكري فهذا أمر سيؤدي إلى تداعيات إقليمية إلى آخره هذا الذي يحاول أن يناقشه أعضاء الكونغرس والذي يمكن أن يؤدي إلى وضع يحتاج لموافقة الكونغرس دكتور بولوك ما رأيك الضربة المحددة البعض من الخبراء العسكريين يتحدثون بعبارات أكثر تجميلا يقولون ضربات نوعية يقولون ضربات جراحية أحيانا ما هو مفهوم الضربة المحددة ما الذي يمكن أن تؤثر به أو تؤدي إليه مثل هذه الضربة المحددة البعض يقول أن الرئيس السوري بشار الأسد إذا تعرض لضربة محددة قد يخرج منها منتصرا كما كان الحال مع معمر القذافي عام 86 عندما قادمت إدارة رونالد ريغان آنذاك بتوجيه ضربة إليه محدودة هدمت بيته في باب العزيزية وخرج منتصرا وأعلن الانتصار على الشيطان الأكبر ما الذي يمنع مثل هذا السيناريو في سوريا سؤال كمان سؤال جيد جدا والحقيقة أنه ليس هناك أي ضمانات لنجاح ضربة محددة ولكن أنا أتوقع من ضربة محددة ولكن ليست قليلة يعني هناك نوع من التحديد في شكل دقيق الضربة المحددة لكي تكون محددة ولكن صعبة ولكن شديدة ولكن فعالة ولذلك أنا أتوقع من أولا عدم ردود أفعال فعالية من قبل النظام السوري كما نحن رأينا لما مثلا لما ضربت إسرائيل سوريا في هجوم جوية ضد البرنامج النووي السوري في عام 2007 ولم ضربت إسرائيل الأسلحة المتناوعة المتجهة إلى حزب الله داخل سوريا في العام الماضي ولم يرد النظام السوري على هذه الدربات مطلقا ولذلك أنا أتوقع أنه الدليل على نجاح هذه الدربة هو عدم رد فعل من قبل النظام السوري أو من قبل حزب الله أو من قبل إيران وإذا هناك هذه الدربة إذا هي تؤدي إلى ردود أفعال عسكرية من قبل النظام السوري مثلا استخدام الأسلحة الكيموية مجددا أو من قبل حزب الله أو من قبل إيران هذا دليل على رأينا شخصيا على فشل هذه الدربة المحددة السفير بولتون ما رأيك صحيفة الثورة الرسمية السورية كتبت تقول خطوة أوباما بالنسبة لإحالة القضية إلى الكونغرس هي بداية تراجع أمريكي تاريخي الرئيس أوباما كما تقول الصحيفة تردد بسبب شعوره بالهزيمة الضمنية واختفاء حلفائه من حوله إضافة إلى مخاوفه من أن التدخل قد يتحول إلى حرب مفتوحة ما الذي يمنع أن تتحول الضربة المحدودة إلى حرب مفتوحة أعتقد أن الناس في مختلف أنحاء المنطقة قد نظروا إلى تراجع أوباما وتردده بشأن ما يفعله قد متعلق أيضا بالخطاب الأول للرئيس أوباما بشأن الخطوط الحمراء واستخلص أنه رئيس ضعيف فعندما وصلت التقارير الأولى لاستخدام الأسلحة الكيموية في شهر فبراير ومارس كان من الواضح أن الرئيس لم يقم بأي رد عسكري وهذا قد أثر على مصداقيته لأنه سمح بتخطي الخطوط الحمراء التي تحدث عنها وبقي مكتوف الأيدي في هذه المرة قال أنه سوف يستخدم القوة ولكنه تراجع مجددا وقال أنه سينتظر موافقة الكونغرس حتى ولو حصل على تفويد مالا كونغرس وأعتقد أنه سيحصل على هذا التفويد سوف يقوم بهذه الضربة المحدودة ولكن الأضرار قد حصلت وقد وقعت بالفعل وفيما يتعلق بإسرائيل وبرنامج إيران النووي أن الخطر الذي يراه الإسرائيليون في رئيس متردد هو خطر كبير ويؤكد لهم أن الرئيس أوباما لن يستخدم أبدا القوة ضد النظام الإيراني وأعتقد أن موقف الرئيس أوباما كان موقفا ضعيفا جدا تحدث عن خطوط حمراء ولكن لم يلتزم بها ولكن أعتقد أن ربما كان ليقوم بهذا الكرار ولكن خاف من تكلفة ولكن في النهاية هذا الدرس سيكون درسا خاطئ أن يمكن أن يتم إرساله إلى إيران وسوريا دكتور سمير ما رأيك دائما المسؤولين الأمريكيين أو المحللين الأمريكيين يربطون مسألة إسرائيل بكل هذه الأمور حتى اليوم جون كيري وزير الخارجية الأمريكي حين كان يحاول تسويق هذه الضربة لأعضاء الكونغرس المترددين كان يذكرهم دائما بأن المسألة تتعلق بأمن إسرائيل لا يمكنكم أن تصوتوا ضد مصلحات وأمن إسرائيل إلى أي مدى برأيك هذه المسألة تلعب دور في اتخاذ قرار في هذه المسألة تلعب دور رئيسي وأنا أقول هنا مجمل الوضع الاستراتيجي بعد سقوط الاتحاد السوفيتي في المنطقة يستند إلى عمود هو الولايات المتحدة لا توجد منظومة أمن وسلام في المنطقة بديلة وانسحاب الولايات المتحدة هذا عمليا يهدد حلفائها في المنطقة بشكل عام وبشكل أساسي فيما يتعلق بإسرائيل لا شك اليوم إذا قرأنا الصحافة الإسرائيلية اليوم سنجد أن هناك مخاوف حقيقية من أن هل سيذهب فعلا الرئيس أوباما للكونجرس حين يقرر بلحظة معينة بأن إيران قد تجاوزت الخطوط الحمراء داخل أوسين فيما يتعلق هنا سبت وجود أسلح الدمار شامل في سوريا إلى آخره وهو لا يزال خطوة إلى الأمام خطوتان إلى الوراء فكيف الأمور إذا كانت القضية لسا لا تزال قيد التصنيع أو استياس خطوط حمراء فيما يتعلق بإنتاج يورانيوم هناك نقاش واسع الآن يجري في إسرائيل وفي اعتقادي أن هنا أيضا كيري يتوجه إلى ذلك اللوبي المناصر لإسرائيل داخل الكونجرس والذي عمليا طرح الكسير والأسئلة والذي أثر عليه نتنياهو نتنياهو في الشهر الأخير قد انتقد بشدة السياسة الأمريكية فيما يتعلق بإيران وكان في ذلك واضحا وفي اعتقادي أن كيري يتوجه إلى هذه الكتلة داخل الكونجرس لكي يخبرها أننا الآن نسير في هذا الطريق وينبقى أن أذكر أنا أنه عشية الإجازة التي أعطيت للكونجرس اضطر أوباما وقبل حصول قضية الكيماوي السوري وقبل حدوث كل شيء أوباما أبلغ الكونجرس أنه سيراجع سياسته الخارجية وإلى آخر إذن هو كان يشعر وبعض من سياساته الأخرى وتصريح معروف الآن وينشر ويدرس ومن هذا المعنى أنا أقول هذا يشير إلى أن أوباما كان يشعر بأن الأرض داخل الكونجرس تنسحب وخاصة مع صعود تنسحب من تحته وخاصة مع صعود ما يسمى الآن بالديمقراطيين المحافظين الذين أحد رموزهم هي مادلين أولبرايت الوسيقة التي أصدرتها وسوزان رايس وعدد من القوى ليسوا ذات الكتلة ولكن أنا أقول هنا قوى جديدة الآن تدخل إلى الساحة في دوائر القرار في واشنطن والتي لا شك أن سيكون لها تأثيرات في غير الاتجاه التي كانت موجودة بوجود رينان وغيره من الخبراء دكتور بولوك أنت تقول أنه على الأغلب لن يكون هناك رد من الجانب السوري على أي ضرب أمريكي هذا ما فهمته على الأقل من كلامك قبل قليل ولكن ما الذي يضمن ذلك؟ ما الذي يضمن أن لا تقوم جهة معينة مجموعة معينة حزب معين بإطلاق صواريخ على إسرائيل على سبيل المثال؟ ألا يعقد هذا الأمور برأيك؟ كما أنا ما قلت ليس هناك أي دمنات ونحن نعرف بشكل واضح أن الحرب ساحة المفاجآت دائما في التأريخ وكمان في الفترة المعصرة وعلى رغم ذلك حسب الاحتمالات أو التواقعات والتحليلات الاستراتيجية أنا أتوقع من امتناع النظام السوري وكمان حزب الله وإيران مؤيدي هذا النظام أنا أتوقع من امتناعهم من الردود أفعال عسكرية كما نحن رأينا في الماضي وهناك احتمال كما أنت ما قلت هناك احتمال لرد فعل من حزب الله لكن أنا أتوقع رد فعل رمزي يمكن إصلاح أو إطلاق بعض الصواريخ تجاه إسرائيل ولكن أنا أتوقع في عدد قليل جدا كرمز كما يسمى المواجهة ولكن بشكل عام الحقيقة أن الأزمة السورية لا ترتبط بمصالح إسرائيل مطلقا إسرائيل غير منحازة في هذه الأزمة والاهتمام الأكبر كثيرا هو في تركيا وفي الخليج وفي الأردن وفي دول العربية بشكل عام وأنا أعتقد أن من يذكر إسرائيل في هذه المناسبات نوع من التشويش وليس من الحقائق طيب سيد بولوك أرجو أن تبقى معنا أنت وباقي الضيوف والسيد بولتن في واشنطن والدكتور تقي هنا سنعود بعد الفاصل لأطرح السؤال هل تغير أي ضربة أمريكية محتملة من موازين القوى الميدانية في سوريا وهل يمكن أن يؤدي ذلك إلى تسريع الحل السياسي بعد الفاصل أهلا بكم إلى الجزء المتبقي من هذا الحوار حول أوباما وسوريا خيارات الرئيس الأمريكي الصعبة دكتور سمير نتحدث عن ضربة محدودة هل يمكن لمثل هذه الضربة أن تغير موازين القوى على الأرض مع أن المسؤولين الأمريكيين كما نعلم في الأوين الأخيرة شددوا على أن مثل هذه الضربة إن حصلت لن يكون هدفها لا إسقاط النظام ولا تغيير موازين القوى على الأرض عمليا أي ضربة هناك نمط من الضربة يمكن أن يؤدي إلى إضعاف النظام دون أن يؤدي أن ينتهار قواته على الأرض ولكن يحسن موازين القوى وتدفع الصراع نحو مستوى معي من الاستقرار هذا يتطلب تصميم للضربة محدد وبأهداف محددة ولكن أشكال أخرى من الضربات يمكن أن تؤدي إلى عكس ذلك ولذلك القضية مرتبطة أيضا بردة الفعل الروسية والإيرانية وكما تحدث سيد بولوك وهو صديق قديم يعني نحن القضية الرئيسية المتوقع العقلاني هو أن لا تحصل ضربة مضادة أو محاولات للرد جدية ذات مغزى عسكري أما ردود أفعال إعلامية فهي ممكن سنتحصل بأشكال مختلفة ولكن إذن إذا ضربة محددة ضمن النطاق محدد ولكن مؤلمة سوف تقنع عمليا أولا النظام بأن قضية الانتصار الحاسم الصفري في الأزمة السورية أمر مستحيل وبالتالي لابد من بحث عن حلول أما أن الأمور ليس هناك خطر من إنجرافها إلى وضع أسوأ هذا محتمل فيما لو جرى تورط من قوى خارجية والسؤال الأكبر هو فيما يتعلق بالخطوة التالية بمعنى هل سيترافق ذلك بتزويد ما هو السلاح المطلوب للمعارضة السورية المعتدلة لكي تستطيع من جهة أن تواجه النظام ومن جهة أخرى أن تواجه التطرف الإسلامي هل من الممكن أن تنشأ ظروف معينة تسمح بتشكيل إدارات في مناطق التي خرجت عن السيطرة وبالتالي تصبح آمنة بعد الضربة هذا سؤال كبير وهناك مراهنات سياسية كبيرة على الطريق لذلك لا يوجد جواب بسيط على سؤالك السفير بولتون ما رأيك بداية هل يمكن أن نتوقع بشكل عملي رد فعل على أي ضربة عسكرية أمريكية سواء بشكل مباشر من سوريا أو من حلفاء سوريا أعتقد أن احتمال الرد لا يمكن أن نستبعده تماما أن احتمال توجيه صواريخ إلى إسرائيل من قبل حزب الله هو أمر محتمل لقد تحدث كثيرون أن إيران ربما تريد أن يتدخل حزب الله ويوجه الصواريخ إلى إسرائيل كي يقوم بإلهائها عن برنامج إيران النووي وهذه الفرصة لذلك ووصلتنا تقارير أيضا عن الجيش السوري الإلكتروني الذي يقوم بعملية قرصنة إلكترونية لا أعتقد أن هناك جيش إلكتروني سوري أعتقد أن إيران هي التي تقف وراء ذلك وهي التي تزيد من قدراتها السيبرانية وأيضا من قدرات إرسال الفيروسات وهو سيكون من مصلحتها أن تقوم بذلك كرد ولكن رد الفعل الحقيقي سيكون سياسي وأعتقد أن طريقة ضمان أن الولايات المتحدة الأمريكية وأسرائيل وأي دولة عربية بالنسبة إلى إيران أن توجه أي ضربة نووية هو أن تحصل على السلاح النووي قبل ذلك وهذا يعني أن أي دولة ستقوم بضربنا في أي وقت سوف نرد عليها نوويا إذن لذلك اعتبرت أن اعتداء على سوريا رد على استخدام السلاح النووي من شأنه أن يزيد مساعي إيران إلى الانتهاء من تصنيع السلاح النووي وحيازته وهذا سوف يأتي بالمزيد من عدم الاستقرار في المنطقة والعالم دكتور بولوك السناتر لينزي جرام السناتر الجمهوري المعروف والذي شن حملة مع السناتر جون مكين فيما يتعلق بهذا الأمر كان له اليوم لقاءات في البيت الأبيض يقول تساءل عن الحكمة من وراء إرسال الإدارة الأمريكية إشارات علنية مقدما بعزمها ضرب سوريا حقيقة مسألة لافتة كيف يمكن أن تقوم دولة مثل الولايات المتحدة بتوجيه ضربة وبنفس الوقت تجييش وحشد والقيام بحملة إعلامية من هذا النوع هل يتساوى الأمر برأيك؟ نعم هذا كمان سؤال مهم جدا ولكن أنا أعتقد أنه صحيح أنه نحن الجيش الأمريكي لقد فقد عنصر المفاجأ كما نحن نقول باللغة الإنجليزية صح ولكن الحقيقة حسب رأي شخصيا أنه بدون حتى بدون ذلك بدون قدرة المفاجأ الحقيقة أنه القوات المسلحة الأمريكية قادرة على الغازو الحاسم ضد سوريا بدون مفاجأة بدون أي مساعدة من أي حلفاء أمريكا في العالم أو في المنطقة والحقيقة أنه الأهم من النتائج العسكرية في الميدان أنا أعتقد الضربة السياسية المعنوية ضد النظام السوري لأن إذا شنت أمريكا ضربة عسكرية ضد سوريا مرة واحدة هناك احتمال للتكرار هذه الضربات في المستقبل ولذلك أنا أعتقد أن النظام سوف يكون عصابه متوترة دائما وخائف من احتمال تكرار الغازوة الأمريكية ضد الجيوش السوري سفير بولتون في الدقيقة المتبقية الولايات المتحدة في الأون الأخيرة كانت تعتمد على ما يسمى بتحالف الدول الراغبة يبدو أن هناك اليوم دول راغبة ولكنها غير قادرة هل يمكن لأوباما خوض مثل هذه الضربة بدون غطاء من حلفائه نعم أعتقد أنه قادر على ذلك إذا ما كان يؤمن أن ذلك يصب في المصلحة الأمريكية يمكن أن يقوم بذلك بطريقة أحدية لقد قام من جهة أخرى بانتقاد إدارة بوش على التصرف بطريقة أحدية ولكنني لا أرى مشكلة في هذا الموضوع ولكن لابد من أن يكون الرئيس جريئا بما فيه الكفاية هذا هو السؤال دكتور تاقي ما رأيك بدون حلفاء هل تكون الضربة بنفس الفاعلية في نص دقائق من الناحية العسكرية طبعا أما من الناحية السياسية فهي موضع تساؤل والشيء الذي ينبغي النظر إليه هو كيف سيكون سلوك الحلفاء في المراحل اللاحقة بعد الضربة هل سيجري تجييش لجمهورهم هل سيجري تغيير في المواقف هذا حصل في مواقف مثل فيتنام أو غيرها وينبغي أن ننظر إلى ذلك شكرا جزيلا لك الدكتور سمير تقي الباحث ومدير مركز الشرق للدراسات الاستراتيجية شكرا لضيفي من واشنطن السفير الأمريكي في الأمم المتحدة سابقا جون بولتون وأيضا الباحث في معاحد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى الدكتور ديفيد بولوك غدا نفتح ملفا آخر من ملفات حوارنا على سكاي نيوز عربية نلتقي على رئيس الساعة ترجمة نانسي قنقر